القراءة هي غذاء الروح والفكر ولا يخفى أثر الكتاب في تكوين شخصية الفرد والمجتمع وبالتالي يبرز دور المكتبات بمختلف أنواعها فمنها العامة والجامعية والتخصصية ومنها المكتبات التابعة للعتبات كمكتبة السيدة المعصومة عليه السلام التابعة لأمانة العتبة المعصومية المقدسة في مدينة قم فهي صرح علمي كبير يضم بين رفوفه مجموعة متنوعة من المصادر الدينية والإسلامية بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الكتب العلمية فضلا عن المخطوطات والنسخ الخطية بناء على الوثائق التاريخية فإن مكتبة السيدة المعصومة عليه السلام تعود لأكثر من ثمانمائة وخمسين عاما وهي ثاني أكبر المكتبات العامة في مدينة قمة المقدسة وأسست بشكلها الحديث قبل ستة عقود حيث يتكون المبنى الجديد لهذه المكتبة من أربعة طوابق ويستقبل يوميا بشكل متوسط نحو ألف طالب وطالبة من طلاب العلوم الدينية والأكاديمية والباحثين ويضم الآلاف من الكتب والمصادر العلمية المهمة وبلغات عدة وهذه المكتبة تعتبر واحدة من أبرز المراكز الرائدة في مجال التطوير العلمي في المدينة وتلعب دورا محوريا في البحث والإنتاج العلمي في مختلف المجالات هذا وتقدم المكتبة الخدمات الرقمية والوصول الإلكترونية إلى الموارد في خطوة تتيح للباحثين والطلاب في جميع أنحاء العالم الاستفادة من المصادر القيمة التي تسهم بشكل كبير في زيادة العلم والمعرفة لدى الطلاب والباحثين المكتبة تجتمل على عدة قاعات للقراءة والبحث وخصصا منها قاعات للنساء في إطار سعي إدارة المكتبة لتأمين الأجواء والمكان المناسب للوافدين إلى المكتبة والتي تعمل حسب نظام مكتبة ذات رفوف مفتوحة حيث يسمح للمستخدمين بالوصول المباشر والسهل للكتب والمواد المخزنة على الرفوف من دون الحاجة إلى طلب مساعدة من العاملين وتحتوي على 200 ألف مجلد من الكتب المتنوعة بمختلف الأصناف والفروع العلمية فمنها الأقسام الخاصة بالعلوم الحديثة واللغة والتاريخ والفقه والأصولي وغيرها وتعد مكتبة السيدة المعصومة عليها السلام مركزا علميا وبحثيا مهما في مجال العلوم الإسلامية وتلعب دورا بارزا في حفظ ونشر الثقافة الإسلامية وذلك بفضل المقتنيات من الكتب ونوادرها بالإضافة إلى خدماتها الرقمية والمصادر القيمة ودعمها للباحثين حيث أصبحت هذه المكتبة واحدة من أهم المراكز العلمية والثقافية لشيعة أهل البيت عليهم السلام على مستوى العالم لبرنامج صباح كربلاء علي إبراهيم قم المقدسة إيران ترجمة نانسي قنقر